مختلفون عن بقية أطفال العالم حاضر مضطرب يعيشون فيه كل أشكال المعاناة ومستقبل أقل ما يمكن وصفه بالمجهول جراء الحرب هكذا هو وضع الطفولة وهكذا هي صور الأطفال في اليمن تغيب عنهم جميع الخدمات الصحية ويعانون من سوء التغذية أما عن التعليم فمنهم من لا يستطيع الالتحاق بالدراسة ومنهم من يخرج منها إلى جبهات القتال مع ارتفاع وطيرة العنف لا يمر يوم دون استهداف الأطفال بالقذائف والغارات ليتوزعوا بين قتيل وجريح ويصبحوا ضحايا القتال الممتد على الخارطة مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي قال إن أربعة ملايين طفل يمنيين تضرروا جراء حرب ميليشيا الحوثي الحكومة أكدت أن الحوثيين جندوا أكثر من ثلاثين ألف طفل يمني ما جعلهم عرضة للانتهاكات وأعمال القتل مضيفة أن ذلك أدى إلى مقتل أكثر من ثلاثة آلاف إضافة إلى حرمان الكثير منهم لحقوقهم الأساسية منظمات غير حكومية استنكرت الصمت الإقليمي والدولي إزاء انتهاكات الحوثيين لحق المدنيين والأطفال في عدد من المحافظات وطالب بيان مشترك للمنظمات بالإفصاح عن موقفه تجاه الانتهاكات ووضع حد لتكرارها واقع مؤلم تعيشه الطفولة في اليمن وصور قاتمة ستظل محفورة في وعيهم فمن نجى من الموت والأضرار الجسدية فلن ينجو من الأضرار النفسية لسنوات طويلة اشتركوا في القناة